سؤال من أخت كريمة بخصوص بتقول ابن أختي كان في احتياج لمبلغ كبير وكان عايز يعمل قرض فأنا قلت له ممكن أسلفك المبلغ على أساس أنه حيرده في خلال أربع شهور وعلشان الفلوس دي كانت بتضر علي دخل شهري والفلوس دي كانت بالجنيه المصري فابن أختي قال لي أنه شغال في الخارج فقال لها أنه حيرد لها المبلغ بالدولار وكان وقتها الدولار بتلاتين جنيه وهو اللي أصر على ذلك فهل فيها اسم حتى لما الدولار غلي قال لي برضو حيرد بنفس السعر تلاتين علما بأنه عد سنة وزيادة ولم يسدد إلي إلا نصف المبلغ فهل ده في حرمانية إحنا دايما كعادتنا في رد على الأسئلة أن إحنا نبدأ دايما بالقاعدة إيه الأصل؟ وبعد كده ندخل من القاعدة إلى تفريعة السؤال ونجيب عنه الأصل في مثل هذه المعاملات أنه بيتم سداد القرض بمثله بالزبط خدت عشر تلاف أرجحهم عشر تلاف لأنه من المقرر شرعا أن الإنسان يفي أنه يقوم بوفاءه بالقرض بمثله قدرا وصفة بالنسبة لي اللي هي النقود الورقية لأن دي من الأموال المثلية وترد بمثلها مدام لم ينقطع التعامل بالعملة دي ولا أثر لغلاء ارتفاع القيمة الشرعية بيها أو انخفاض يعني لا أثر لغلاءها أو رخصها فيه أن فيه سداد القرض مدامة صالحة للتعامل أنت خدت مبلغ بعينه ترجع نفس المبلغ ومش قصة بقى أن قوته الشرعية ضعفت أو بقت أقوى أو بقت أقل بعد ما ذكرنا بالقاعدة نبين بقى بالنسبة للصورة المسؤول عنها من حصول اتفاق بين الخالة وبين ابن اخته أو بين الطرفين دول اللي بيسألوا بين المقرد والمقترد على أنه يتم وفاء وبدينة أو يتم سداد القرض بعملة مختلفة يوم السداد اليوم المتفق علي إحنا اتفقنا وبيننا كل شيء فلا مانع على المفتبي أنه يرجع لك ده بالعملة التانية ما فيش مشكلة ويجب أنه على الطرفين أنهما يلتزموا بذلك ولو قل سعر العملات أو زاد عن سعرها وقت الاقتراض إحنا ده هنرجع مقابل ده ده بمثله كذا ما إحنا ملناش علاقة بأن العملة قوة شراءها قوية أو ضعفت وده مبني برضو على رضا الطرفين إحنا مرضيين إحنا اللي اتنين وبردو فيها رعاية لتحقيق مصالح كل طرف وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ووضع علينا القاعدة الحاكمة في مثل هذه المعاملات إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه وإنه يكون الأمر ده باتفاق وإنه يكون الأمر ده ما خدش حاجة لا تجوز ليا ولا خدها عنوة ولا خدها بسيف الحياة هذا ما نبه إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام ونذكر بإنه لما الإنسان أنا أكون أخدت حاجة من حد اقتردت مبلغ وبعدين يتقاعص الإنسان المقترد عن سدد الدين اللي عليه مع قدرته على إنه يسدد الدين ده أمر منه عنه شر عنه بما يعني وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان بسندهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مطل الغني ظلم فهذا الذي يملك القدر على سداد الدين ولا يقوم بسداده بماطل صاحب الدين فالنبي ألدى ظلم والإنسان المؤمن عليه أن يبرئ ساحته من أي ظلم ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق